ساعات اللي فاتت حصل تحول او تطور في الموقف بالنسبة لعودة احمد الكندوسي للنادي الاهلي هتقول لي ايه هقول لك الباب كان بالنسبة للكندوسي مقفول في النادي الاهلي ومارس الكولر قال لا انا فيه محترفين عايزهم ممكن في اماكن تانية او بشكل افضل من الكندوسي فممكن تعيروا الكندوسي مرة اخرى او تبعوه خالص الوضع الان في لجنة التقديم في النادي الاهلي تغير شوية اللي انه فيه تفكير كبير جدا في رحيل اليو ديانج من نهاية الموسم النادي الاهلي تعصر فيه التعاقد مع الجزائري زين الدين بالعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري فاصبح عودة الكندوسي مرة اخرى للنادي الاهلي واردة واردة وان كان مازال مارس الكولر مش مقتنع او فكرة عودته بس هو مش رفضه تماما او مش شايفه لعب سايق هو شايف انه عنده مجموعة لعبين في خط الوسط في النادي الاهلي ممكن يقده المهام اللي هو عايزه عشان كده مش عايزه الكندوسي بس لو بقى فيه فراغ لمحترف في النادي الاهلي فورد جدا عدد الكندوسي مرة اخرى للنادي الاهلي الاهلي بنهاية الموسم ده المواقف بالنسبة للكندوسي دلوقتي دلوقتي بكرة ممكن يتغير انبالح كان المواقف مختلف عشان تاني انا بحب اقولك جملة دي كل شوية وانا بتكلم على اخبار صفقات او انتقالات احنا كلنا لما بنشتغل في الاعلام بقولك الابديت التحديثات كل يوم في حاجة جديدة في فرق من ان انا اقولك حاجة فتقولي يا عم انت كنت قلت قبل كده انه مش هيرجع النادي الاهلي لا دي مفوضات وافكار في واحد بيخش وفي واحد بيخرج فيها تفاصيل كثيرة جدا فيها تفاصيل كثيرة جدا طول الوقت فيها تحديثات وعشان هنعيش الفترة اللي جاية دي كلام من ده كتير يعني بي